أهلا بك أستاذ أبو حسن وأهلا بكل أهالينا في مصر نحن عاصر تفضل بسوائل أهلا بك أنا أحب لي يا عكاة بالشيخ سلامة رغم حبنا ليه طبعا من الكبير بس يعني اتسعى صدره يعني تحت أمر اتفضل الأمر اللي جديد والله حراك مبارح كان فيه سؤال بخصوص تهنئة المسيحيين بالأعيادهم الدينية نعم حراك خاصية لو فيه جار أو صديق فإن أحبك في محتله إن احنا نقوله كل سنة أنت طيب دعا فأنا بصراحة يعني معلش بختلف مع حضرتك وليه يعني إذا كان جاري ده مثلا بودي أو أي اتجاه مخالف للديني فأنا مش مضطر عشان مثلا صلة قرابة حتى أو جران إن احنا يبقى فيه حاجة خاصة بالعقيدة طبيعي أكيد طبعا وله السيامة إن عقيدة النصارى معروف إن هي يعني جاء آيات كتيرة في القرآن بتحكبهم في عقيدتهم فإحنا هم طبعا ليهم حرية في الاختيار نعم بس إحنا برضو علينا حرية إن إحنا نكافأة دي مكافأة فأعتبر مكافأة ليهم أو إن إحنا يعني مش عارف بالعرب أبرشتيت اللي هم بيعملون إقرار يعني كأنك تقرعهم على ما يفعلون إقرار زي محرك يعني طبعا حشاك يعني إن مثلا لو مثلا حد وحدة بتغني أو وحدة بترقص وحدة بيثقف لها أو بيقول لها أنت كويسة في الموضوع ده أو حاجة زي كده نعم فعشان هي قريبة منه أو دارتها حاجة زي كده نعم جزاك الله خيرا أنا يعني تفضل تفضل خوض لحتك تفضل أكمل لا أحسن لا بس حتي في العقيدة لأن إحنا زي ما حدثتك عارف نعم أحسن نعم أرى الإسلام عملة تتاخذ مننا واحدة غرى واحدة صحيح وإحنا ما فيديش قدامنا غير العقيدة دلوقتي يعني حتى الحاجات اللي هي الفروعات في الدين يمكن خلاص مش أفل أفل دلوقتي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نمسك فيها دلوقتي العقيدة يعني ربنا يبارك فيك جزاك الله كل خير أخونا أبو حسن شكرا لأستاذ أبو حسن نعم بص يا أبو حسن ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير أنا أوافقك تماما في كل ما تفضلت به تماما لكن أضيف إضافة بسيطة جدا وهي الإضافة دي لنا كنت أتكلم فيها مبارك شوفوا يا أخونا الكرام من سمات وعظمة الشريعة الإسلامية إن إحنا قبل ما بند إجابة أو فتوى لسائل عندنا قواعد فقهية بنبني عليها الفتوى دي القاعدة بتقول إيه الحكم على الأشياء فرع عن تصورها يعني إيه الكلام ده يعني لا يمكن لإنسان أن يتصور مسألة أو أن يحكم على مسألة وهو لا يتصورها أصلا وهو لا يعرفها طيب التصور ممكن يختلف من مكان لمكان طبعا ومن حالة لحالة أكيد ومن شخص لشخص ومن شخص لآخر نعم ودي من عظمة الشريعة الإسلامية من سمات الشريعة الإسلامية إن التصور لما بيختلف من حالة لحالة ومن مكان لمكان ومن شخص لآخر بناء على ذلك تختلف الفتوى فأخونا الآن بيقول لا أنا مش عايز نقول له صح أنت حر لا يفهم من الكلام أن هذا إلزام لازم نقول كل سنة لا مش لازم الأخت بتسأل انبارح بتقول زميلها في العمل نعم يبادلونها التهنئة واخد بالك إزاي؟ ولا توجد بينها وبين زملائها في العمل أي مشكلة خلافاتي في الأمور الاجتماعية وهي لا تقرهم على دينهم وهم لا يقرونها على دينها في مساحتين في المسألة دي مساحة الدين كل واحد له دينه المساحة الأخرى اللي هي مساحة العلاقات الاجتماعية والإنسانية ودي مساحة مشتركة بين المسلم ومع المسيحي مع البوزي مع الملحد دي المساحة المشتركة اللي هو رايح جاي معاه دخلوا هما الاتنين يأكلوا في مطعم واحد يركبوا هما الاتنين مواصلة واحدة عايشين هما الاتنين بيتحكموا بقوانين دولة واحدة عيده في مرأة في مساحة من العلاقات الإنسانية والاجتماعية المساحة دي بقى يعني مثلا لو كان مريض نقول له ألف سلام عليك آه ينفع وندعيله بالشفاء ممكن بل نزوره ونزوره نعم واخد بالك إزاي لو عنده حادث ابنه مات ولا حاجة أروح قواسيه نعم قواسيه دي مساحة المشتركة اللي بنا من بعض طالع نازل عليه وهو معايا وجاريه في نفس العمارة ولا معايا في الشغل واخد بالك لكن فكرة أن أنا أتصور أن الدين يأمرني أن أتعامل مع الآخر باعتباره يعني غير مرحب به طبعا يخش الإسلام إزاي لا غير مرحب به دي مسألة مش في الدين خالص أصلا طبعا يعني لا يوجد في الدين أنه إحنا موجودين والإسلام وبس واللي مش عاجبه طب والبقيين يطلع يقولك ده إحنا لازم نديق عليهم ولازم نشعرف نعمل يا أخوانا هذا كلام قد صحيح أخد بالك إزاي وحتى وإن كان ورد وفي الرواية ضعف إلا أنه في سياق معين في سياق مختلف خالص لأنه يا أستاذ أكرم غير المسلم ده الذي توافقت عليه عقيدة أهل السنة وفقهاء المسلمين جميعا إجماع يعني نعم إن غير المسلم ده حاجة من ثلاثة إما واحد ذمي يعيش معي في وطني الذي أعيش فيه نعم وهو ملتزم بقوانين وتعاليم والأمور التي ألزمته بها الدولة زي ما أنا ملتزم نعم إحنا الاثنين عايشين في شارع واحد في حتة واحدة في بلد واحدة أخذ بالك خلاص ده شكل واحد تاني مستأمن ده مش معاي بلدي بس ترك بلده وطلب أنه يدخل بلدي وأنا وافقته واخذ بالك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه آه أمنه ده مشرك نعم نتكلمشي عن واحد لأنك تابي خلص نعم الذي بذل ماله ونفسه وهيأ نفسه وانتقل من بلد إلى بلد ليحتل بلدي وينتهك عرضي ويحتل مقدساتي ويبارزني العداوة ليلا ونهارا مبارزة حقيقيا زي بالظبط المحتل الصهيوني الذي احتل بلادنا العربية وفي القلب منها فلسطين ده محتل ده حكمه ده لا 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 نسالمه ولا نوده ولا نقوله كل سنة وانتظرنا طيب مين ده أنا أقوله واحد صهيوني في عيده ولا معياده ما بيحصل الآن في بعض الدول العربية للأسف الشديد تقام أعيادهم في بلاد عربية ويتبادلون التهاني طبعا لا ده ده محارب ده محارب هايوه لك يا شيخ ما نلاقه خره بدينه أيوة يا سيدي المشكلة مش في شكلة عقيدة ودين ده محارب ده معتدي ده محتل صهيوني ما أقولهش أنا هو ده بقى اللي أنا أقره في حربه علي واخد بالك طيب واحد بقى تاني موجود في البلد معايا لما أقوله وهو زميلي وراحين جايين مع بعض مقوله كل سنة وانت طيب هل ده إقرار مني بعقيدته طبعا لا أبرع إلى الله تعالى من ذلك أبدا أخد بالك امتى يبقى يقرر بعقيدتي لما روح أشاركه قداس أو أولع له شمعة أو أعمل له كذا كده أنا بقى أقرر لأنه بقى أمارس وتقصم من تقوص عقيدته أما فيما يتعلق بالأمور العامة المساحة الاجتماعية طبعا نقول لكم لسان طيب وراحين وجايين طب الفاتوى دي تلزم كل الناس لا طبعا لا تلزم كل الناس كل واحد يعني لكن يبقى كل واحد يقدر العلاقة التي بينهم تعال أقول لحناك على موضوع آخر لسه برضو مبني على القاعدة اللي قلناها من شوية الحكم على الأشياء فرعا تصوره أدينا قلنا هو ما لا يشاركه القداس مش كده نعم طب فرضنا بقى حاكم دولة ومن ضمن الرعاية عنده ناس مسيحيين ممكن يشاركهم القداس أو يهنئهم يهنئهم ويستقبلهم نعم ويستقبلونه وده اسمه بقى إيه اسمه حكم خاص يرتبطوا بحالة خاصة يعني مثلا فلان رئيس دولة فشاركهم التهنئة السنة اللي بعديها ما بقاش رئيس دولة لا يشاركهم التهنئة إن الرواد اختلف من إسبابه نعم يبقى يحنا فيه فرح ما بنحكم على منصب لحاجة اسمه السياسة الشرعية ما هو دي حكمه نعم أخد بالك إزاي وبين بنحكم على شخص أفعاله الأشخاص غير أفعال أصحاب المناصب المنصب أخد بالك إزاي نعم ده بيحتم عليه بعض الأشياء التي بالتأكيد طبعا لا يصح أن تستطدم مع العقيدة نعم أخد بالك لأن إحنا بالتأكيد إحنا حرصين جدا على العقيدة ولا يفهم من الكلام ده إن فيه أي شيء يخل بعقيدة المسلمين نحن لا نقرهم في عقيدتهم نحن لا نقرهم حتى وإن كانوا يعني انحرفوا عن كتبهم وأصبحوا أقرب ما يكونوا إلى الشركيات نعم نحن لا نقرهم في هذا ولا في ذلك ولا نقر البوزي على بوزيته نعم لكن لو كنا هناك في علاقة مساحة اجتماعية ده مسألة مختلفة تماما طيب يعني حضرك كما ذكرت فضيل الشيخ يعني إذا أعلن وجاهر إليك بالعداوة والحرب يعني لابد أن نقاطعه بالضبط طب يعني طبعا أنا لا تحدث عن هذا الموضوع الذي تحدث عنه الأستاذ أبو الحسن ولكن إذا كان هناك فئة من الناس يعني لا تجاهر بالعداوة ولكن تكن لك العداوة في قلبها وأيضا تسعى في الخفاء إلى الإضرار بك سواء على مستوى من بعيد أو من قريب ولكن يعني لا تجاهر بذلك شوف حولك العداوة نفسها منازل أو درجات كويس نعم في عداوة واضحة صريحة زي ما قلنا واحد جاي بحربك عشان يتلعك من بيتك من أرضك مثلا أهي حرب معلنة صريحة وإحنا لا نقر وجودهم في بلادنا أبدا ولا نقر التطبيع معهم حلو جدا دي عداوة دي عداوة ظاهرة في عداوة أخرى خفية العداوة الخفية دي يعني كحال المنافقين عشان بس نبصحها لسه هقول لحضرتك يشترك فيها المسلم ويشترك فيها غير المسلم ما انت ممكن تلاقي ابن عمك بيخطط وبيكيد وبيعمل ياخد المراس ضدك مش كده ولا هي عداوة دي طبعا ويظهر لك خلافة ذلك المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كده كانوا يروحوا يصلوا وراه طول النهار وبعدين بالليل يروح يعودوا مع اليهود عشان يخططوا ازاي يقتلوه نعم الله ولما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من رقاب بعضهم المنافقين نعم وقال له سيدنا عمر دعني أقطع رأس هذا المنافق يا رسول الله على عبد الله بن أبي بن سلول ولما تبين لرسول الله مكرى للمنافقين ده أعلنوا ده وقفوا أفلوا المدينة وقالوا لإن رجعنا إلى المدينة لأعز منها الأزل كانوا يقصدون بالثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من كده العدوة هي بقت معلانة كمان ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له دعني أقضي قال لا لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه طيب برم أن سيدنا محمد يعلم أنهم يكنون له العداوة والكره والحرد طيب الزب تعال بقى الناس تانية فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التعامل معهم لأنهم كانوا يحاربونه جهارا نهارا وبين ناس تانية يهود برضو ما كانوا يحاربوا ولكن كانوا يكونوا له العداوة كانوا يكونوا له العداوة كل حد بل ممكن يؤذوا في الخفاء كانش يعرف بقى إذا كان هم دول ولا غيرهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل إلا مع من يظهر له العداوة خد بل ولذلك لما نزلت الآيات اللي بيها اللي بيها نستدل بجواز تهنئة غير المسلمين مع عدم المشاركة وعدم الإقرار عقيدة في تقوصهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنتبروهم وتقصطوا إليه هذا سألك سؤال لم يقاتلوكم في الدين مش هي تحمل معنى الإخراج من الديار نعم والعكس أيضا صحيح نعم يا لما قولي قاتلوكم في الدين ما هو بيقاتلني ليه وعشان يحتل بلدي وعشان يغير ديني طب بيطلدني من بيتي ليه ما هو عشان مش كده نعم كان ممكن الاتنين دول يعبر عنهم بايه أعدائكم نعم مش كده لكن لم يقاتلو لا ينهاكم الله عن أعدائكم نعم مش كده نعم أو لا ينهاكم الله عن الذين لم يعادوكم اختيار رب العزة سبحانه وتعالى لهذا التفصيل لأن العداوة في منها معلن وفي منها خفي ربنا بيقول لك دلوقتي اللي بيعلن لك العداوة حاربه نعم حاربه نعم الذي لا يعلن لك العداوة لا ينهاك الله عنهم أن تبروهم وتقصطوا إليهم لا ينهاكم الله أن تبروا وتقصطوا من لا يظهر لكم العداوة طب هو بيخفيها والله إن ظهر لنا شيء منها يبقى خلاص لكن هذا الأمر عشان ينضبط يا أستاذ أكرم إن إحنا لو فتحنا الباب في مسألة أصله بيخفي للعداوة فأداء يسمح وليه بقى أننا إيه أروح أتعامل معه زي الثاني اللي بيظهر لها حرب نعم هتبقى فوضى وحدك ذكرت مثال جميل جدا مثال الرسول والسلام يعني كيف تعامل مع الذين أجهروا له العداوة وكيف أيضا تعامل مع أعدائه رب أنه يعلم أنهم أعداء ولكن بالضبط لم يجهروا له العداوة صحيح بل أمر أنه ينهى عن قتل هؤلاء نعم نعم جزاك له كل خير فضيلة الشيخ ترجمة نانسي قنقر